طيب خدتاني للسؤال اللي جاي تمام فضل الفرصة اللي خدها الولاد دول تتحسب ليهم وتحسب عليهم يعني يعني هل هم خدوا احنا طبعا بنقول انت خدت فرصة سواء اللعيبة اللي جاية من بعيد ما بتشاركش كتير او كان فيه يعني وجهة نظر فنية في النوم ما ما ياخدوش فرصة او كان فيه اصابات او الشباب اللي قالك لأ هنكمل بالشباب طلع الشباب كمل بيهم المسلم خدوا فرصة كاملة ولا شايف ان الفرصة دي كان ينقصها حاجات تانية عشان التقييم يبقى مظبوط وعادل الفرصة ما اتخدتش كاملة بالنفس الشكل اللي ينجح اي حد او ينجح اي لعيب كويس يعني اللعيبة دي لعيبة كويس وبدل طلعت في الحتة دي اكيد لعيبة كويس بس عشان تظهر بالصورة الافضل بتاعت نادي الاهلي وشخصية نادي الاهلي كان لازم احنا عندنا حارس مرمى وعندنا خط ادفاع وعندنا خط وسط وعندنا خط هجوم على الاقل في الملعب في الحداشر المفروض يبقى فيه اربع عامدة رئيسية من اللعيبة كبيرة انا لعيب صغير لسه طالع ببص علي مين يا لعيب كبير بيكلمني حتى لو ما كلمنيش حتى بالنظرة يديني السكة يديني شخصية نادي الاهلي يديني المكسب لكن فكرة ان انا ابو السيمين وشمال كلهم صحابي وكلهم الولاد الصغيرين اللي انا متمرر معهم في الناشئين ومرة واحدة لقيت نفسي كلنا مع بعض بنلعب دوري ممتاز وكل ثلاث يام خلي بالك برضو الولاد دول تظلموا في الشغل البدني دول اكيد في منهم ناس لما خلصوا الدوري السنة اللي فاتت او من ثلاث شهور وما مخلصين الدوري اكيد في ناس قاعدوا في البيت او اكيد الناس ريحوا وفي ناس جات لنا او جات النادي الاهلي من شهر مثلا لما او من شهر ونص لما اخدوا القرار جابوا اللعبة دي من البيت ففكرة ان انت تجيب اللعبة دي من البيت وتدينهم كل ثلاث يام ماتش ده برضو هما ما شوفوش كده في اي دوري من تحت فده مخزون استحالة يوصلوله اللعبة كبيرة حتى كان بتتعب فتخيل بقى اللعبة الصغيرة فانا كان رأيي ان كان لازم من اللعبة الكبيرة اللي ما خدتش مع موسماني كانت تفضل موجود يعني انا كنت متوسم خير في المرشاط اللي فاتت دي ان متولي موجود وكان ظاهر بصورة محترمة بعد كده شوفناه مش موجود صلاح محسن موجود وبعدين مش موجود حسام يعني كل الناس اللي كانت بتاخد مع موسماني اوقات قليلة كانت المفروض تبقى موجودة في الوقت ده مع الولاد الصغاري لكن ظهر شوفير بشكل محترم ظهر زياد بشكل محترم وظن هما دول الاتنين اللي ظهروا تحس ان لأ دول من شخصيتنا دي الاهلي يداروا يكملوا في نادي الاهلي ده مش شباب عمل نحمود ملافتش نظرك طبعا وعندي سؤال غريب جدا لبرده لسوارش ازاي الراجل ده يلعب 8 دقائق الأخيرة أو يلعب 7 دقائق ما عنديش مشكلة في مين يبدأ وما يبدأش جي بتاعته لكن فكرة ان انت الراجل بينزل 7-8 دقائق وكل مرة بيحسن لك الأداة وبيوصلك للجون وبيعمل فرص وبعد كده نفس القصة الماتش اللي بعده برضه ينزل في الديا 82 أو 83 برضه انا دي مش فاهمة اللي بينجحنا ده أو اللي بيكسبنا أو اللي بيغير لنا شكل طب ايه المشكلة اما انا اديروا من ديا 60 اديروا من شرط التاني وبعد كده ابدأ واحدة واحدة يظهر معايا صحيح